قبل الفصل كنا بنتكلم وقبل الرسالة بتاع الأستاذ محمود الدريس من الأقصر وده كنت ضربت المسأل أن الإنسان يملك من القدرات التي يستطيع بها أن يهزم أي شيء وضربت المسأل بالعقيدة الكتالية ويمكن نحن نتكلمنا في هذا الموضوع وبكل المقييس لو إحنا سلمنا للتفوق اللي عند العدو ولا كنا نقدر نحرق بس في حاجة برضو أستاذ إبراهيم طبعا إيه نهركز وأمش بسرعة عشان إيه ناس تعرف إزاي تقدر أن هي فعلا وبطريقة محللة علمية أن إحنا نملك الكثير وربنا خلق فيك بس فينا قطة برضو الأول لازم نعرفها أن على قد ما ربنا قال لنا ودينا سلاح ووجهنا وحذرنا وكذا لكن برضو قال لك إيه لا يغرر أنكم بالله الغرور وقال لك إيه يعني المنهج الرباني أن ربنا لا ينصر الأمم المتهاونة حتى وإن كانت مؤمنة وينصر الأمم التي تأخذ بالأسباب حتى ولو كانت كافرة فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان ربنا سبحانه وتعالى عايز ينصره بقدرته بالخوارق بالمعجزات كان نصره لكنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان أكثر الخلق عبادة أنه يأخذ بالأسباب ويوم ما أخذوش بالأسباب في غزوة حنين انهزم فده المنهج اللي ربنا عايزه من الخلق جاهد نفسك إن جهاد النفس وجهاد العدو أعدوا لهما استطعتهم من قوة ومن رباط الخيل ورباط الخيل على فكرة عشان أقول للناس مش هي الجياد أو الأحصنة الخيل اللي هي الفرسان الراكبة أو المحاربين الراكبين زي ما ربنا سبحانه وتعالى أي كان اللي بيقبوه زي ما بيقول سبحانه وتعالى للشيطان وأجلب عليهم بخيلك ورجلك كلهم المحاربين الراكبين والمرتجلين فالقوة تشمل أمور كثيرة اللي هي القوة اللي احنا مأمورين بعددها قوة الإنسان الأول بناء الإنسان بناء العلم كذا بناء العقل النفسية المواجهة فانت مأمور بكذا فهو عا تفتكر يعني احنا نقول على الدلائل العلمية والنفسية والكذا اللي تقدر تواجه بيها لكن اهو عا تفتكر إن ربنا مراده من الخلق إنك تقعد بس تتعبد وتقرأ قرآن وكذا مراده من الخلق أنت يعني تؤدي ما عليك من عبادة لأنها في مصلحتك وتحميك وأن تعد القوة وتجاهد كل يوم وتبني نفسك في كل عمر بقى من الأمور إذا كنت طالب أزاكر إذا كنت موظف في الشغل كويس ما هو ده العمل الجيد ده يعني في كل عمر من الأمور الحياة إن أنا ماركنشي إن أنا عاد أسأله هنبتلي برضو إيه بكلامنا بسورة عامة مدخل للكلام بسورة عامة إنه هو المدخل نحن نفهم يعني إيه إن الكون أصلا فيه طاقة الطاقة دي فيه أنواع كثيرة من الطاقة كل طاقات دي تصل الإنسان لكن أكبر هذه الطاقات اللي هي الطاقات الكونية الطاقة الكونية طاقة وعية لأن مصدرها هو الله سبحانه وتعالى لم يستدل على مفهوم محدد للطاقة الكونية ولو إن أثارها موجودة ويتدغلغل في جسم الإنسان الإنسان بيكتسب وبيتأثر بكذا نوع من الطاقة وهنشوفهم إزاي حتى إن كلمات الله تعالى والإيمان وحتى الخشوع بيترجم إزاي علميا لطاقة داخلية وإزاي يترجم إنك تقوم اللي بيحصل عليك حتى الفيروسات نفسه حتى السرطان نفسه يعني حتى السرطان نفسه ممكن تعالجه بكلمات الله سبحانه وتعالى هنشوف الدلالة العلمية على كده بس الأول نعرف إن الإنسان جسمه فيه مسارات طاقة الطاقة دي الجسم بيكتسبها عن طريق الغدد الغدد دي طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده فيه سبع شكرات في الإنسان أو عجلات طاقة بتلف دايما العجلات دي دائما التفاف بتنتص هذه الطاقة وتوزعها على الجسم كله توزيع ده على الجسم كله والخلايا بعد كده بتبعث على تقوية اللي احنا قلنا الهالة أو القورة والقورة دي مثبتة في القرآن التي يسعى نورهم بين أيدي وإنهما إيه ربنا بيزود نورهم المؤمنين فالهالة دي بتحصن الشخص الهالة دي عبارة عن إيه عبارة عن موجات وزبزبات تحمل بصمة الشخص يعني موجات وزبزبات الخاصة بالقورة أو بهالة الإنسان لكل شخص زي بصمته لأ مش مكررة وتتبع قانون الجذب الكوني يعني يا قانون الجذب الكوني إن الطاقات الإيجابية بتجذب بعضها والطاقات السلبية بتجذب بعضها يعني أنت لما تحافظ دايما على أنك تستدعي الطاقات الإيجابية بالإيمانيات وبالسعي الخير وبالحب وبالكذا بتكتسب الطاقات الخير من حواليك يعني ولما تبقى بالعكس أنت لما تبقى في حالة بتغل ويحكد في حقد في كذا بتكتسب الطاقات السلبية وتبقى عرضة أكثر لأنك أنت تتعرض لك الشياطين تتعرض لك الحاجات السلبية تتعرض لك كذا نفس اللي بيحصل من وسواسة الشيطان أو تمكنه منك هو نفس اللي بيحصل من الأجهزة التقنية الحديثة لأن الأجهزة التقنية الحديثة على فكرة واخد الأفكار دي من دخول الشيطان من تدخل الشيطان مع موجاتك وتدخل الشيطان مع زبزبات مخك وبعد ما يدخل على زبزبات مخك هنشوف إزاي عمليا ويأثر بعدها على كامل جسمك أو يسبب لك الوسيوس أو المرض أو كذا فمهم جدا أن أنت تعرف أن أصلا الدجال ومنظومته اللي بيعملوا من زمان كمنظومة شر بيحاولوا بقدر الإمكان أنه هما يعلوا الطاقة السلبية على الأرض سواء في الإنسان وسواء في الأرض نفسها لأن لن يأتي حكم الدجال اللي معاه أعوان ومن شياطين الإنس والجن إلا إذا حصل يعني التوازن اللي هو بتاع الطاقة الإيجابية مع الطاقة السلبية التوازن ده حصل له خلل ما تنفعش الكائنات الدنيا لأن الطاقة الخيرة طاقة عليا كائنات الدنيا ما تنفعش تكتسب قوتها أو تطلع سطح الأرض أو تقوم بفعالية إلا لو تم مسح الطاقة الإيجابية يعني دي بتؤثر عليهم بتؤثر على تواجدهم بتؤثر على فعالية طاقة الإيجابية طاقة الإيجابية دي بتكتسب بقى بأمور كثيرة جدا يعني هنشوفها إزاي بس عشان نشوف إزاي الأول لازم يعني إن إحنا نشوف يعني إيه إحنا جسمنا فجسمنا إزاي بتفاعل علميا مع الطاقة هنجي نلاقي إنه كل ما هو في الكون عبارة عن اهتزازات زي ما قلنا كل الكون كله عبارة عن طاقة طاقة متذبذبة وما يجعلها منظورة بالنسبة لك هو أن تقع في الحدود بتاعت الحواس بتاعتنا يعني الطاقة الهتزازية دي تقع في الحدود بتاعت الحواس بتاعتنا سواء رؤية سواء سمع سواء كذا إن العين بتشوف ترددات معينة إن الأذن بتسمع ترددات معينة زي ما قلنا من 20 هرتز ل20 ألف هرتز اه الكون كله بيعوج بموجات نوعية الموجات والطاقة دي بتختلف لكن كلها اهتزازات ف إزاي بقى إن إحنا بنتأثر هنبصر لايق إيه عايزين نتعرف على إزاي المخ أو عشان نعرف إزاي تم التأثير في المخ وإزاي إن إحنا نقدر نقوم هذا التأثير وممكن وأنا باتكلم برضه عشان لوعة مثلا فيه فيديو اسمه آآ human brain waves آآ ممكن برضه يعني نشغله وأنا باتكلم فهنشوف إزاي نطاقة الإيجابية بتقوي المخ وبتحصنه وحتى الخشوع نفسه زي بيترجم علميا حتى الصلة نفسها زي بتترجم علميا ونشوف إزاي نطاقة السلبية بتؤثر على تلك الخلايا وتصيبها وتجعلها عرضة للتلف وتجعلها عرضة للوساوس ولتدخل الشيطان ونفس التدخل الشيطان هو تدخل الموجات اللي هي بتاعة الموجات المغناطسية الخفيدة وكذا وكذا فهنبوس اللاية عندنا الأول فيه حقائق علمية على المخ المفروض نحن نعرفه المخ أصلا ده عضو يعني كهروكيمي 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 ازاي انه هو بيتأثر بالكيمويات اللي هي لزال انزيمات اللي هي في صورة انزيمات وكذا وانه هو أصلا الخلايا بتاعته في حالة اهتزاز كيميل وتأثر بالاهتزازات الوردة عليها فبيتأثر ازاي يتأثر عن طريق اول حاجة اهتزازات الصوت ليه لان اتزازات الصوت دي بتتحول في الودن يعني بتدخل عبارة عن ايه موجات ميكانيكية الودن بتتحولها لإشارات وموجات كهربائية بتوصل عن طريق العصب السمعي بتوصل للمخ المخ اه فيه حقائق على المخ لازم نعرفها ان الدماغ الإنسان بتصدر زبزبات على طول هي في حالة تزبزب وبتصدر زبزبات بتصدر اه بتصدر اه وبيبعد في نفس الوقت امواج اه كهرومغناطسية امواج الكهرومغناطسية اللي بيبعدها المخ دي بمعدل 2000 زبزبة في الثاني بتصل لعدة انطار وفي نفس الوقت المخ بيصدر اشياء تحت حمرة والاشياء تحت الحمرة دي برضو لكل انسان بصمته في الاشياء تحت حمرة ودي هي اللي بيتحكموا فيها عن طريق الاقمار الصناعين انهم يعرفوا بصمة الانسان ده وبيسجلوها وبيتدخلوا مع مخه فها دي لما حضرك سألتني الاشياء تحت الحمرة دي بتبقى تحمل البصمة الزاتية للمخ اه في نفس الوقت القلب برضو بيبس الزبزبات القلب بقى عبارة مش مش عبارة عن زي من الناس فكرة ان هي مضخة وبتاع مضخة لا ده القلب ده عض اه الخلاة بتاعته لها ذاكرة ولها وعي وتب بتبس بتبس الزبزبات برضو لمجالات اه تتعدى نطاق المخ والقلب نفسه بيبعث اوامر للمخ اكتر ما المخ بيبعث اوامر للقلب والقلب عنده قدرة انه هو يتواصل عن بعد ويتفاعل عن بعد ويقاوم عن بعد وعنده وعي القلب فيه وعي على فكرة وعشان كده حتى لما اشير لي ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد الجسد وكله واذا فسدت فسد الجسد لان القلب فيه اه غدة اساسية من مسارات الطاقة اللي هي في القلب ودي مسيطرة على الربط بين الجسد الروحي والجسد المادي غير كده ان القلب مضخة القلب نفسها لها وعي خلايا القلب لها وعي ولها ذاكرة غير كده ان هي على طول بتبعث برسائل بتبعث رسائل للمخ قبل اكتر من المخ بيبعث رسائل للقلب وبتبعث رسائل للقورة وبتبعث رسائل للاحبة والمخ على فكرة لما يكون فيه مثلا حد مثلا قريب من حد عنده قدرة خاصة على انه يتراسل بموجات المخ مع القلب بتاع الاخر عن بعد زي الام وابنائها زي حد والشريك بتاعه دي حقيقة علمية بتوصل على بعد بالموجات الكهرومانتصية انه يقدر يمدها للشخص الحبيب عن بعد ويقدر يحميه على فكرة عن بعد بموجاته الكهرومانتصية